كثير من النساء يسألون عن الرحمة الطفولي وهناك كثير من الحالات عندهم رحم طفولي لكنه متوسط الحجم ويحدث دورة شهرية أجدتنا أسئلة كثيرة عن هذه الحالة التي تحدث بها دورة شهرية عفوية بدون أن يأخذوا منظم دورة لكن ما زال الرحم بحجم صغير وبطانة قليلة هل يمكن للمرأة إذا تعالجت بهذه الحالة وأخذت علاجات تزيد من خصوبة الرحم هل يمكن أن تحمل يتيح لها فرصة الإنجاب بشكل طبيعي دون أن تلجأ لأطفال الأنابيب أو حافظة الحمل هذه الأسئلة نجاوب عنها بهذا الفيديو أبقوا معنا مرحبا أحبا أحبابي أنتم الآن على موقعنا لايب ميديسنط بالحياة وبهذا الفيديو نتكلم عن معلومات مهمة جدا للنساء اللواتي عندهم رحم طفولي لكن هذا الرحم متوسط الحجم ماذا يحدث للجنين إذا المرأة حملت؟ أحبابي قبل ما ندخل بتفاصيل الحمل للنساء اللواتي عندهم رحم طفولي نتكلم عن أبعاد الرحم الطبيعي الذي يكون به سير الحمل طبيعي إذا جينا لأبعاد الرحم الطبيعي للمرأة البالغة يجب أن يكون حجم الرحم عند المرأة البالغة ثمانية سانتي متر في الطول خمسة سانتي متر في العرض اثنان ونصف في السمك الوزن حوالي مية وثمانين جرام عنق الرحم هو الجزء السفلي من الرحم بالجهاز التناسلي عند النساء الغير حوامل يجب أن يكون طول عنق الرحم ما بين اثنان ونصف وثلاث سانتي متر سماكة بطانة الرحم عند المرأة البالغة الغير حامل الشريط لبطانة الرحم بفترة الدورة الشهرية يجب أن يبلغ 4 ميلي متر بطور التكاثر المبكر 7 ميلي متر بطور التكاثر المتغخر إلى 11 ميلي متر بطور الإثراز 16 ميلي متر هذه المقاييس أحبابي مهمة جدا لنساء الغير حوامل خاصة النساء اللي أصبح عندهم الذهاب للأطمئنان على الرحم روتيني كل شهر يحبوا أنه يطمئنوا على أبعاد الرحم بشكل كامل فالنساء اللواتي يكون عندهم أقل من هذه الأبعاد راح تكون لهم عناية خاصة إذا تم عندهم حمل لأن الجنين خلال فترة الحمل تحدث له الكثير من المشاكل خلال شهور الحمل بالرحم لأن الرحم الطفولي هو يعد أحد التشوهات الخلقية فعندما تحدث الدورة الشهرية وتتعرض لسيد الحمل ربما يحدث إجهاض بالأشهر الأولى من الحمل يعني يمكن أن يحدث الإجهاض بالشهرين الأوليين من الحمل الشهر الأول الثاني الثالث هذه الأشهر الأولى من الحمل تكثر بها الإسقاطات تحدث إسقاطات متكررة بهذه الأشهر الأولى من الحمل والسبب هو عدم تحمل الرحم حجم الجنين لأن الجنين ضمن الرحم يزداد حجمه يوم بعد يوم يتمدد وكلما زاد حجم الجنين هذا الجنين يضغط على عنق الرحم فيسبب فتح بفوهة عنق الرحم الباطنة ويؤدي إلى حدوث الأجهاض يقوم بعض الأطباء بربط عنق الرحم يعني إجراء تطويق لعنق الرحم هذه حالة مهمة جدا خاصة النساء اللي عندهم إسقاطات متكررة بسبب قصور فوهة الباطنة لعنق الرحم نتحدث عن هاي الحالة المهمة بفيديو قادم فالمريضة بعد التطويق تلتزم بالراحة الدائمة وعدم القيام بأعمال مجهدة إذا المرأة الحامل التزمت بالتعليمات ممكن الجنين يصل للشهر السابع أو الثامن فتأخذ المرأة الحامل الكورتزون أبر الكورتزون الطبيب المعالج هو الذي يوصفها فعندما يصل الحمل الشهر السادس من أجل نضوج الرئتين حتى الجنين إذا ولد ما يحدث عنده دا أخشية هلامية نقص أكسجة تحدث كثير هذه الحالة جدا خطيرة هذه الحالة تحدث إذا كانت الرئتين غير ناضجة تؤدي إلى وفاة الجنين بفترة قريبة بعد الولادة لذلك ضروري تأخذ المرأة الحامل أبر الكورتزون إذا حملت المرأة وهي تمتلك رحم طفولي يجب أن تتطلب العناية الطبية الفائقة من أجل استمرار حياة الجنين القابل للحياة بعد الشهر السابع ممكن تسألوا ما فائدة هذا الحمل إذا حدث إسقاط أو حدثت ولادة مبكرة وتوفي الجنين أحبابي الحمل عند النساء اللواتي يمتلكنا رحم طفولي له فوائد عظيمة لأنه يزيد من تمتت الرحم لأنه يزيد من حجم الرحم ويمكن إذا حدث ولادة مبكرة بالمرة الأولى يكون الرحم اكتسب حجم إضافي من هذا الحمل بكل مرة يحدث حمل يزيد حجم الرحم ويعطي فرصة حيال الجنين أكبر ضمن الرحم خلال الحياة الجنينية أحبابي هذه الحالة نجدها كثير الحدوث وكثير من السيدات اللواتي عندهن رحم طفولي درجة متوسطة وعندهن دورة شهرية وإباضة صار عندهم حمل وإسقاطات وولادات باكرة وهناك نساء حصل عندهم حمل لأجنة قابل للحياة هذا طبعا كله بظل العناية الطبية الفائقة النساء اللواتي عندهن هذه الحالة رحم طفولي درجة أولى أو متوسطة ويحبوا يستفسروا عن حالتهم وعن زيادة حجم الرحم حتى إذا حدث حمل يحصلوا على جنين قابل للحياة لحين موعد ولاة الطبيعية بتمام الحمل يتواصلون معنا نحن نجيب عن استفساراتكم وإذا أعجبكم الفيديو ما تنسونا أن تضعوا لايك للفيديو أن تشتركوا بالقناة وأن تفعلوا الجرس حتى تصلكم شهراتنا ومع تمنياتنا لكم بالشفاء عزيز المشاهد إذا أعجبك الفيديو لا تنسى عمل لايك للفيديو واترك تعليقا حتى نقدم لكم كل جديد ولا تنسى ما قدمناه من معلومات مميزة شكرا لكم على حسن متابعتكم لنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم